الكهرباء تتوقع استمرار تخفيف الأحمال حتى منتصف أغسطس المقبل لا يا جماعة بصراحة يعني أنا بأنا يعني الاستمرار في الكذب يعني هو الراجل بيجذب كذبا كبيرا وأساسيا وهو أنه عنده مشكلة كهرباء متعلقة بمصادر إنتاج الكهرباء مصادر الطاقة اللي بتخلي محطات الكهرباء تنتج الكهرباء لحضراتكم هو حتى هذه اللحظة كداب وبيقولك دي تخفيف أحمال عشان أنتو بتستخدموا الكهرباء كتير مع أن الحقيقة مش كده والخناءة العلنية ما بين وزير البترول ووزير الكهرباء تؤكد هذا الكلام أن الموضوع ملوش علاقة بتخفيف الأحمال الموضوع له علاقة بالقدر على الإنتاج مصر لم تعد قادرة مصر السيسي مصر العسكر لم تعد قادرة بعد 71 سنة من وعود كاذبة لدورة يوليو لم تعد قادرة على إنتاج الحد الأدنى من الحياة الكهرباء وده فشل تاني فكرين كويس لما شفنا بعيوننا فيديوهات الناس وهي بتموت في أزمة الكورونا لأنه تلك المصر الفاشلة العسكرية ما كانتش قادرة توزع الأكسوجين الأكسوجين في مواعيده الطبيعية والرسمية فالناس ماتت في المستشفى وكنا فكرين ولن ننسى أبدا مشهد الممرضة وهي تنهار في البكاء لأنه كل المرضى بيموتوا في نفس التوقيت وهي مش عارف تنقذهم مشهد لن ننسى أبدا ربنا يصبرها ويقويها ولو بتسمعني عايزة أقول لها أن أنا مش هنساكي أبدا أنت يعني حصلك موقف إنساني رهيب يؤكد على عملك وإيمانك بعملك وإيمانك بضرورة عملك لكن للأسف مش كل المصريين قادرين ينفذوا خدمة الصحية الطبيعية للمصريين إحنا في دولة فشلة مش أيوة بالضبط لن أنسى هذه الصورة ربنا يكون يعني في عونك وتتجاوز هذه اللحظة وتؤكد الصورة أنه في مواطنين عايزين يقدموا الخدمة عايزين يقدموا الشعب وفي دولة فشلة في إدارة كل شيء المشكلة مش في المصريين المشكلة مش في عدد سكان مصر المشكلة في إدارة سكان مصر المشكلة مش في فلوس المصريين أغنية ولا فقرة المشكلة الحقيقية في إدارة مصر كيف توزع موالد مصر على المصريين بطريقة تجعل الجميع يعيش يعيش حتى في الأساسيات الأكسجين والكهرباء